انت ابنك بيدخل الامتحاب بتجيب له الكتاب وكتاب خارجي ومدرس يشرح له وبتجيب له طبعا الكراسات والاقلام وزي قالك عايز قلم تجيب له عشر وهو دخل اللجنة وزي قالك عايز استيكا تجيب له خمسة وتقعد تحطله في السندويتش وتعرف ايه وتنيمه بدري وكذا وكذا انت بتديله القدرات دي كلها ليه؟ ليه بتديله الوسائل دي؟ ليه بتديله العطاء العطاءات دي عشان ايه؟ عشان يدخل ويجاوب وينجح انت منتظر منه النتيجة لو انت جبته يعني زي مقوله متضر للنار يعني ولد كده ما عندهش اي قدرات ولا اي ممكنات ولا اي اهتمام خلاص انت ما تطلبش منه حاجة ولله المثل الاعلى فربنا لما ادانا هذه القدرات يا اخوانا ادهانا وهو سبحانه وتعالى يعلم انها وحدها كفيلة بان تدعالنا نعرفه ونوحده ونعبده وحده لا نشرك به شيء هقولك على حاجة بسيطة في المسألة دي فيه فيلسوف من فلسفة المغرب يعني المعروفين من فلسفة الاسلام من فلسفة المغرب اسمه ابن طفيل ابن طفيل كتب كتابا كصة كده سمها حي ابن يقضان حي ابن يقضان مفيش واحد اسمه حي ابن يقضان بس هو شخص ولد في الغابة وتربى بين الحيوانات وسماء حي ابن يقضان فابن طفيل بيقول في القصة دي لها مغزة فلسفة سيبك بقى من الافلام اللي اتعامل الترازان ومش عارف ايه في السينما الاوروبية دول اصلا جهلة خدوا الجانب الشكلي والسطح منها بس لكن خد بالك من المغزة الفلسفة عند ابن طفيل ان حي ابن يقضان لما كبر وبدأ العقل عنده ينضج ويدرك به الاشياء وجد انه متميز عن الكائنات المحيطة بما في ذلك الحيوانات والارود اللي ربته فتميز عنها كمان في سلوكه وفي سيطرته على المكان وفي تهديب نفسه وفي تهديب لبسه الى اخير الى اخير مما وجد نفسه قادرا على فعله وحده وحده ثم خد بالك بقى حي ابن طفيل بقول ان حي ابن يقضان كمان مش بس نظم حياته وسيطر على الغابة وكذا الى اخره بموجة بالعقل الذي عنده لا ده وصل بعقله الى ان هذا الكون الجميل الفسيح الرائع المهيئ المسخر له خالق فعرف الله عز وجل القصة يا اخوانا لها مغزة عقدي مش قصة للتسلية وبيان الالعاب وكذا لا لا لها مغزة عقدي ان الانسان بعقله وحده وبالفطرة وحدها وبدون معرفة طبعا هو في غابة ما فيش لانبياء ولا غيره ما فيش رسل رحول ولا حد قال له حاجة لو عايش في رسل غابة يعرف الله عز وجل ويصل اليه ويعبده واخدي بالك ازاي؟ طيب هذا هو العدل هذا هو العدل الذي لو حاسبنا الله عز وجل على اساسه لا نعم من امن به وعذب من كفر به دون ان يرسل رسولا خلاص ده العدل انا من ساعدت بشرح يعني ايه عدل؟ طيب عرفنا العدل؟ جميل ايه هو الفضل بقى؟ الفضل انه قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا انه سبحانه وتعالى رحمة منه ولطفا بنا ارسل لنا رسلا تخبرنا بما في نفوسنا فدي النقطة الاهمية المهمة يا جماعة اوعى تفتكر ان الرسول يأتي بجديد الرسل لا تأتي بجديد الرسل لا تأتي الا بما هو مركز في الفطرة منسجم مع العقل الرسل تأتي فتوقظ فتوقظ ظرات الايمان الموجودة فيك بالفطرة ألست بربكم قالوا بلى فايمانك بالله عز وجل مغروز فيك بالفطرة فأبواه يهودانه او نصرانه او مجلسانه او كفران ايه يا جامعة انما احنا كلنا مولودين على الفطرة اللي هي العدل اللي هي الايمان بالله عز وجل يجي الرسول يقولك انت غفرت على الحتة دي ليه انت مش واخد بالك انك لك رب اسمه كذا وينبعك يعني معلومات جاهزة فلما تيجي بقى انت كعبد خد بالك بقى اولا مفطور على الايمان الله سبحانه وتعالى خلقك واعطاك قدرات ووسائل وادوات للتعرف عليه ثم ارسل لك رسولا يعطيك هذه المعلومات الجاهزة عن طريق الواحي ويقدم لك الادلة على انه رسول وبعد كده انت بقى ايه او البعيد يعني يكفر ولا يؤمن ولا يهتدي بقى ده يستحق ايه خلاص انتهت ولذلك في الاية رسلا مبشرين ومنذرين لكي لا يكون للناس على الله حجتهم بعد الرسول بس وتقدرش تتكلم ولا تفتح بقك ده اندخل وعطاك العقل وكل القدرات القادرة على ان تعرفه بدون اي مساعدة ولذلك انت نجحت في الدنيا نجحت في الدنيا نجاحا باهرة زي ما كنا بنقول وصلت الى يعني المعجزات في العلم بايه مبازير قدرات اش مانا في مسألة الدين معطلها اش مانا موقفة بمسألة معرفة الله تعالى علم البنية مخلوقة فيك اصلا لهذا الغر هي مخلوقة فيك اصلا لكي تشكر ربنا سبحانه وتعالى لكنك عطلتها ومع ذلك رحمة بك ولطفا بالبشرية ارسل رسولا اليك واوحى اليه بكتاب وقدم اليك الهداية التي هي موجودة في نفسك اصلا جاهزة ودلك على الله عز وجل على وجوده وعلى صفاته وعلى ماذا يريد منك وماذا لا يريد منك ومع ذلك انت جحتت وكفرت يبقى ايه ادينا عقلك بقى لو هم تتكلم بالعقل يبقى تستحق ايه تستحق ايه ايه جبت لابنك مدرس خصوصي وهو شاطر شاطر جدا الولد مدرس خصوصي وزي ما قلنا قدمت له كل وسائل التيسير وكل وسائل المساعدة للنجاح وبعد كده سقط بتعمل في ايه تشكره تسقفله ولله المثل والقاعد فانت دلوقتي يعني طالما قدمت بتحتاج بتنتظر النتائج ربنا سبحانه وتعالى قدم لنا هذه القدرات الموجودة فينا ثم ارسل لنا رسلا يدونا المعلومات جاهزة ويهدوننا إلى ما هو موجود في نفوسنا أصلا وبالتالي لا يوجد عذر لمعتذر